اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن تقرير البنك الدولي الذي صدر قبل أربعة أشهر وبالتحديث في شهر كانون الأول شهر 12 ماضي 2022 والذي يتحدث عن العراق وهو كان تحت عنوان العراق تقرير المناخ والتنمية وبدأنا نتحدث عن ماذا تضمن هذا التقرير واللي ربما قلنا وأكدنا فيه نفسه نتحدث عن هذا التقرير في ربما حلقات هذا الأسبوع كله لأنه تقرير مهم ويكشف طبيعة وحقيقة التفضيل الذي يراد له أن يطفو على الساحة ويسكت الجميع في الحديث عن إنجازات لهذه الحكومة وغيرها وإنجازات طوال 20 سنة وهي كذبة كبيرة عموما في الحلقة الماضية تحدثنا عن النقطة الأولى التي قالوا أن العراق أسوأ بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسجل مستويات قريبة من الدول الهشة الفاشلة بين قوسيا مثل سوريا وليبيا واليمن وأيضا تحدثنا عن نقطة أن العراق سجل أدنى المراتب دوليا في أربع مؤشرات حوكمة اللي هي الفعالية الحكومية الجودة التنظيمية سيادة القانون الحد من الفساد اليوم سنتحدث أيضا عن نقطة ثالثة ومهمة جاءت في التقرير تحدث عن التعليم في العراق واحدة من أهم من أهم النقاط التي تحرص عليها كل البلدان كل الحكومات كل الشعوب هو التعليم يعني هذه النقطة مهمة جدا جدا كل شعوب الدنيا تحرص كل الأوطان كل الحكومات تحرص على أن تمتلك تعليما راقيا جيدا يعني يدفع مخرجاته مخرجاته زاهية صلبة صلدة قادرة على أن تبني المستقبل لأنه بالتعليم بناء الحاضر والمستقبل والزهار أي بلدان فيتحدث التقرير عن أنه كان النظام التعليمي في سبعينات القرن الماضي وربما هو في الثمانينات أفضل نظام تعليمي في المنطقة يتحدث عن العراق يقول أن النظام التعليمي في العراق في السبعينات والثمانينات كان من أفضل النظم التعليمية في المنطقة ويتحدث التقرير عن نقطة مهمة جدا توضح الكارثة التي في التعليم يقول في عام 2017 تم تسجيل أرقام في البحث هذه جرد وجود ثلاث ملايين ومتين ألف طفل في سن الدراسة خارج المدرسة ثلاث ملايين ومتين ألف طفل هذا الموضوع حقيقة كارثة كبيرة لأن كل الدراسات الآن في العراق تشير إلى أنه كل عشرة يدخلون إلى المدرسة الابتدائية ستة منهم يتصربون وأربعة يكملون المدرسة الابتدائية وفي المتوسطة اثنين إلى ثلاثة اثنين يتصربون واثنين يكملون وواحد وبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة تعليمية مع وجود مناهج قديمة مناهج غير صالحة للتربية ولا للتعليم رؤية قاصرة للتعليم عدم احترام للتعليم والمعلم عدم احترام للكتاب مناهج رثة وقديمة ومتعبة مفردات كثيرة زجت تسييساً وبشكل طائفي وبشكل عشوائي لكي يخلقوا فوضى وبالتالي وزارة التربية تخضع حالها حق كل الوزارات إلى المزايدات إلى المزاد الطائفي المزاد العلني الطائفي الذي يوصل هذا الوزير أو ذاك الوزير وبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة هذه نتيجتها يتحدث التقليد أيضاً وهذه واحد من النقاط المهمة التي يقولون أنه حققنا إنجازات ولا يمكن تحقيق إنجازات لم يكن التعليم جيدة نحن لدينا دعوني أيضاً أقول لدينا باعتراف الحكومة نفسها تقول إنه هناك حاجة إلى 13 ألف مدرسة حالية 13 ألف مدرسة لدينا 4000 مدرسة طينية ومدارس متحالكة والمدارس الباقية مدارس متحالكة غير صالحة ربما الكثير من هذه الدراسة لكن وصفوف مكتظة بالطلب بعض الصفوف بها 120 طالب ومدارس كارفانات ومدارس طينية وكارثة كبيرة الحقيقة وبالتالي مدرسين يعتدى عليهم وتزوير المهم هذا وضع التعليم وهذا ينطبق على كل التعليم وصولنا التعليم العالي للكليات والمعاهد خارج كل التقييمات العالمية وعندما سئلوا في دافوس لماذا موجود اسم العراق في قائمة الجامعات والدول قالوا إنه لا تعليم في العراق ماذا واقع الحال النقطة الأخرى يتحدث عن الفقر في العراق طبعا وزارة التخطيط الحالية تقول إنه 25% من العراقين هم تحت خط الفقر بما معناها يعني إذا نفسنا مثل ما يتحدثون 42 أو 44 أو 45 يعني بحدود الـ 12 مليون عراقي تحت خط الفقر في بلد موازنة السنوية أكثر من 100 مليار يعني لسنوات طويلة هاي العشرين سنة أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار بددت ولدينا 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يعني مواردهم اليومية قل من 3 دولارات ونصف ربما لا تكفي لأن يأكلوا خبزا فقط مو تعليم ولا تطبيب ولا يسكن ولا خدمات ولا رعاية أبدا هاي ما يحصل عليه هو ساكن بعشوائيات ومصائب ومشوارع وبالتالي لدينا هذا العلد وهذه الحكومة تعترف به يعني لأن هذا الرقام وزاد التخطيط تقول أنه 25 بالمية من العراقين هكذا المهم التقرير يتحدث يقول يندرج العراق ضمن الشريحة العليا في البلدان المتوسطة الداخل لتسجل أعلى مستوات الفقر كيف يمكن يعني أسألكم بالله كيف يمكن الحديث عن إنجازات وعن تقدم وازدهار في بلد معين والفقر في أعلى المستويات هو بلد غني ثرواته هائلة جدا جدا ويعني به هذا العدد من الذين تحت خط الفقر يأكلون من المزابل نحو أكثر من 60 بالمية من الشعب أكثر أكثر ربما 70 بالمية من الشعب من الفقراء لكن 25 بالمية منهم مثل ما تقول وزاد التخطيط والعدد أكبر والنسبة أكبر طبعا تقول إنه تحت خط الفقر يأكلون من المزابل كيف يمكن وأيضا تحدث التقرير من المتوقع أن يبقى الفقر في العراق أن يبقى الفقر في العراق على ما هو عليه ويزداد ووفق خط الفقر الدولي اللي هو 3 دولارات و2 بالعشرة بين عامي 2025 إلى 2040 سيبقى هذا في غياب الاصلاحات الهيكلية لأن العراق ليس فيه صلاحات هيكلية التي يعني التي يعني تخلق دايناميكية بالنمو الأكثر شمولا تنمية وصناعة وتخضي على البطالة بالتالي هذه كلها غير موجودة بالتالي هذه مستوىات الفقر ستبقى مثل ما هي من عام 2025 إلى 2040 طبعا ستزداد كثيرا مع زيادة السكان ستزداد النسبة ويزداد الفقر في العراق النقطة الأخرى اللي ربما يتحدث عن هذا التقرير واللي راح أتركها يعني ربما يعني ربما يسمح الوقت قليلا يقول التقرير يقول العراق هو أقل دولة بخصوص الموارد غير النفطية يعني أقل دولة تعتمد على موارد غير نفطية لأن احنا عدنا أكثر من حقيقة بشكل واقعي ربما 98% نعتمد على النفط فقط بلد ريعي فقط النفط يأتي موارد النفط النفط يبيعوت يجي الموارد وتذهب الانفساد لكن مع ذلك البنك الدولي يقول أنه لم تتجاوز إرادات غير النفطية عن 1.4% 1.4% بال10% يعني 1.4% بال10% كارثة يعني ما معناه أنه أكثر من 98% أكثر من 98% من موارد الدخل العراقي الموازنة العراقي هي من النفط فقط والباقي يعني هذا اللي 1 فارزة 4 بال10% هو هذا اللي موارد أخرى ما أعرف شنية أموماً وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين سألتقكم في حلقة أخرى ونكمل هذا الحديث عن تقرير البنك الدولي إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة